المعدد الثابت للتغير Constant Rate of Change سالم، لقد قررت إنزال بضع كيلوغرامات من وزني وقد أوصاني مدرب الرياضة بممارسة رياضة السباحة لمدة ساعة يومياً حيث سيحرق جسمي 500 سعر حراري في الساعة الواحدة ماذا؟ وكيف عرفت عدد السعرات التي سيحرقها جسمك في الساعة الواحدة؟ عرفت ذلك من هذا الجدول الذي يبين عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها في كل ساعة سباحة حسناً دعني ألقي نظرة هل لاحظت العلاقة بين عدد الساعات وعدد السعرات يا خالد؟ نعم، عندما يزداد الزمن ساعة في كل مرة فإن عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها يزداد بمقدار 500 سعر حراري هذا صحيح والآن، لنجد سوياً معدل التغير بين الكميتين أي التغير أو الفرق في السعرات الحرارية على التغير أو الفرق في الزمن معدل التغير هو معدل يصف كيف تتغير كمية ما في علاقتها بكمية أخرى معدل التغير يساوي ألفاً ناقص خمسمائة تقسيم اثنين ناقص واحد ويساوي خمسمائة وأنا سأجد معدل التغير باستخدام قيم أخرى للسعرات الحرارية والزمن ألفان ناقص ألف وخمسمائة تقسيم أربعة ناقص ثلاثة ويساوي خمسمائة هذا يعني أن معدل التغير مقدار ثابت ويساوي خمسمائة والآن، لنمثل العلاقة بين عدد السعرات الحرارية والزمن بيانياً حسناً، سنعين نقطة عند تقاطع الخط العمودي للزمن ساعة مع الخط الأفقي للعدد خمسمائة ونعين نقطة أخرى عند تقاطع الخط العمودي للزمن ساعتين مع الخط الأفقي للعدد ألف وهكذا للنقاط الأخرى ما الذي تلاحظه على التمثيل البياني يا خالد؟ يمكننا رسم خط مستقيم يصل بين جميع النقاط هذا صحيح هذا يعني أن العلاقة الخطية لها معدل ثابت للتغير وفي كل ساعة سباحة تتزايد السعرات الحرارية التي يتم حرقها بشكل ثابت بمقدار خمسمائة هذا صحيح تسمى العلاقة التي تمثل بيانياً بخط مستقيم علاقة خطية وللعلاقة الخطية معدل ثابت للتغير كما يمكننا تحديد ما إذا كانت العلاقة بين السعرات الحرارية والزمن خطية متناسبة أم لا من خلال التعبير عن العلاقة بينهما على هيئة نسبة ثم نبسطها وبما أن النسبة متساوية فإن الكميتين متناسبتان إذن العلاقة بين عدد السعرات الحرارية والزمن خطية متناسبة أوه سالم انظر لذلك السقر إنه يهبط بسرعة كبيرة لا بد وأنه سينقض على فريسته بالفعل يا خالد هل تعلم بأن ارتفاع السقر ينقص بمعدل ثلاثة أمتار في الثانية الواحدة أثناء الانقضاض على فريسته؟ حقاً؟ انظر لهذا التمثيل البياني الذي يبين العلاقة بين ارتفاع السقر وزمن هبوطه إن العلاقة بين الكميتين الارتفاع الزمن خطية هذا يعني أن معدل التغير ثابت بين الكميتين ولكن كيف يمكننا إيجاد معدل التغير من هذا الرسم البياني يا سالم؟ يمكنك اختيار أي نقطتين تقعان على الخط وإيجاد معدل التغير بينهما التغير في الارتفاع على التغير في الزمن سأختار النقطتين 027 و318 ومعدل التغير يساوي التغير في الارتفاع على التغير في الزمن ويساوي 18 ناقص 27 على 3 ناقص 0 ويساوي سالب 9 على 3 ويساوي سالب 3 ويمكن كذلك كتابة معدل التغير على الصورة 27 ناقص 18 على 0 ناقص 3 ويساوي 9 على سالب 3 ويساوي سالب 3 هذا صحيح أي أن الارتفاع ينقص بمعدل ثلاثة أمتار في الثانية الواحدة سأحدد ما إذا كانت العلاقة بين الكميتين الارتفاع والزمن متناسبة أم لا نسبة الارتفاع إلى الزمن هي 18 إلى 3 وتساوي 6 وكذلك 9 إلى 6 وتساوي واحدا ونصف وأيضا 3 إلى 8 وتساوي 375 جزءا من ألف وبما أن النسبة غير متساوية إذن فالعلاقة خطية ولكن غير متناسبة أوه حان وقت تدريب السباحة ما رأيك أن ترافقني يا سالم؟ بكل سرور يا خالد ولكن لنلخص أولا ما تعلمناه اليوم تسمى العلاقة التي تمثل بيانيا بخط مشتقيم علاقة خطية وللعلاقة الخطية معدل ثابت للتغير المعدل الثابت للتغير هو معدل التغير الذي يكون نفسه بين أي نقطتين أو كميتين في العلاقة إذا كان ألف، باء، كميتين فإن العلاقة بينهما تكون خطية إذا كان معدل التغير لها ثابت ومتناسبة إذا كانت نسبها ثابتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر